السلام عليكم الابنات معكم ناصر الحليمة اشخباركم لبس عليكم سحالة بس انا يلا دخلت هذه واحد ساعات المقانة من هادا كالسابع اللي انا قلت لكم مازالي يغدا ان شاء الله غي واحد ساعتين ديال المقانة نمشي باش هكدا المهمة ديالي تكون كملات ويجيبوني يوصلوني كيف العادة يعني الحق نقولو الناس ما كيكاروش نبقى قلسة معاهم ولكن انا عندي غي داك السبت بالليل وعندي الحد لهذا كنفضل اندخل الدار ديالي كيف دخلت البنات بيانسور حيت داك الماكياج عليا يعني عملت تطيب البشرة ديالي عندك نخلعكم هادي غي حليمة لإضاءة البنات لإضاءة في البيت ديالي كنبغيها تكون هاكدا الموضوع ديالنا ديال اليوم غادي يكون موضوع حساس وموضوع اللي هوية يعني هادي هي البيغيود دياله في كل سانة كيوقع نفس المشكيل هاد السانة فضلت نتكلم عليه مدمت الأغلبية ديالكم ولا الأكتائية ديالكم قلتوا لي يا حليمة احنا معاك مية في المية إلا بغيتي في القناة ديالك نوبة وصفة نوبة يعني موضوع اللي هوية يعني إما عشنا ولا شفناه ولا سمعناه مي هاد يعني هاد الموضوع اللي غدي نتكلم لكم عليه يعني عشتو وشتو ومع الأسف طاحوا لي هادو كالبنيتات البنات ماشي البنيتات البنات طاحوا لي في البال ديالي وقلت علش من نعملش هاد الفيديو على ود كيف قلت لكم كل سانة هاد شي كيكون وفي نفس الوقت يعني شي حدي لا شفش حاجة وعرف بينما غدا تنفع الخرين خاص يقولها معلى رسول إلا البلاغ نبدو على بركة الله كتعرفوا بينما في هذه الوقيتها ديال شهر أكتوبر شهر تسعود شهر عشرة يعني ما عاديش نقول غي من المغرب كيجو من العالم كله من زي من تونس من العالم كله كيجو باش يقراو يا إما في بلجيكا يا إما في الفرنس يا إما المهم كيجو باش يكملوا القرايا ديالتهم لبنات اللي كيجو اللي هما يا بنيتات بالنسبة لي أنا بنيتات على ود كتاخد لباك ديالها يعني إلا كانوا وليدها عندهم لموية كتجي لهنا لا فرنس تكمل القرايا ديالها ولا كتمشي لأي بلاد تكمل القرايا ديالها وعليش بريت نتكلم ليكم على هاد الموضوع اليوم على ود هاد الموضوع أنا عشتو معاشي ناس عشتوه ووحد الأخت تصلت بيها من ألمانيا وقات ليها وقع ليها وقع ليها وقعت ليها وقعت ليها صبحا الله العالي العظيم هاد الموضوع هاد الموضوع هاد اليومت كنحاول كيفاش نعمل حتى ااااا بتكلم عليه اااااا يعني وهي هديك جات بحلكة تقولوا أنا كنت كنخمن فيه والبنت عيطات عليها وجات يعني المومو اللي خاصني نتكلم فيه كيجيو البنات من كل دوال وكينتال ولاد ليهو مضاحية ما غاديش نقول لكم غي البنات ليضاحية لولاد احتهم مضاحية كيجيو كيقرام بيانسير كاللي والدها عندهم ليوموية كيجيو معها كيكريو ليها كيخليوها في ديك استوديو ديالها ولا في ديك دو بيس ديالها دو بيس كويزين صالدوبة أباري سيبادوني وكيقولوا ليها إلا كانت عندك شي صديقتك كانت كانت تقرار معك في المريب وجات يمكن ليها تسكن معك وتقسم معك فلوس الكرار جوزكا متنو ما كانت شي مشكل المشكلة فين غادي يكون ما من اللي كتكون شي بنت كتقرار مع شي ولد فالبلاد اللي هي كانت اللي هي زيدة فيها وكابرة فيها يعني كيف كان قولوا الدول العربية كتكون قرات معه يعني الكوليج اللي سي من بعد الجامعة من بعد جاته هو هو بغا يمشي لا لا فخانس باش يقرار وهي تهياجاتها فلا فخانس يعني باش تقرار كين اللي والدها ما عندو مش ليموية كيعملوا واحد الكريدي وكيحاولوا يجاهدوا باش البنت ديالهم تجي يعني الخارج تكمل القراية ديالها على الي Никط technology واحدة ما عندو ديبلوم قراءة اولا تكمل قراياء دياله مختلف وعندوا الديبلوم دياله ديال الخارج مختلفة بزاف على واحد قراءة في البلاد دياله وعنده الدبيوم في البلاد دياله يعني كيف قتلكم كتكون دوزت معه الكولاج، الليسي، الانيفرسيتي من اللي كي القرايا كتخوج لهم بجوجهم في بلاد واحدة تخبيع على الوالدين كي جيوا لفرانس مثلاً هنا هاد ثلاثة ديال لوكا ليشت كي جيوا لفرانس كتكري هييا ولا هو كي كري وكيقول لها أجي تسكني معايا دوتو تفاصل أنا كنت بغيك ومن اللي كنتي في البلاد يعني كنت حاضيك وكنت كانت منى تكوني مراتي دابا غا جيت تسكني معايا ومن اللي نكملو الدراسة ديالنا والوالدين ديالنا ما تكونش في خبارهم من اللي نكملو الدراسة ديالنا ديك الساعة نمشي رضا ندخلو للمغرب ونطلبك من العائلة ديالك هي البنت كتكون عاملة واحد الحطيات اللي نبغي يعني الوالدين يكونوا هنايا على علم البنت كتكون عاملة واحد الحطيات اللي هي كتكون عاملة صاحبتها إلى عيطت الأم ديالها في التليفون ديك السكنة اللي هي البنت يعني قيلة للمها أنا ساكنة مع صاحبتي كتعيط لبنتها في التليفون ما كتجوش بنتها كتعيط لصاحبة بنتها اللي هي البنت كاتبع للمها قيلة للمها بالما أنا كارية أنا وهد البنت وديك البنت هيا عاملة هكداك تهيا مع واحد إذن كتدوز سنة اللولة سنة الثانية سنة الثالثة سنة رابعة كتكيكملوا القرية ديالهم إذن خس رجوع لأرض الوطن اللي سا فيكملنا القرية ديالنا وبينسيوغ كتعرفو ديك الفطرق اللي كانت ساكنة معاه كانت كتطيب ليه كانت كتشقي عليه كانت كتصب ليه حوالجو في ديك كلمة الغربة اللي هوميا مساكن دوك البنتات يالله الجو ديك كلمة الغربة كتلقى فيه أباها وخوها وعائلتها بينما هاداك السيد اللي كانت كتقرى داك الولد عفوا اللي كانت كتقرى معاه في المغرب تلقى معاه في ديك البلاد اللي هي مثلا لفخونس يعني كتحط فيه كتحط حياتها بينيدي هي كتقرى وكيقرى هي كتطيب كتشقى يعني كتعمل كل شيء وكذلك من ناحية كيف كان قولو ما عافتش كيف عادي نقولها لكم على ودحنا واحد العائلة اولاد لهم احساب أمو بحاولi كانوا بالكماعي في ديك الوقيت اللي سكنات معاه دالها الشرف ديين له يعني ولت مراته ومعاه ودوزت مع السنين وشقت عليه وعاونته في الحفاظة وعاونته في القرية ومن اللي سالت يعني الدراسة رجعوا للبلاد ومن اللي كي يرجعوا للبلاد هو كيمشي عند عائلته هي كتمشي عند عائلتها كتعيط عليه في المتال اليوم كيتلاقاوك ديك السيمانة اللولة كيتلاقاو كي بقوا يتلاقاو كي خرجوك يشوفو صحابهم صحاباتهم غي كتفوت ديك السيمانة اللولة والتانية اللي أنا تكلمت مع بنات اللي قلت لهم يعني ش حدي الوقت كتدوزوا معهم اللي كترجعوا للوطن عادة باش كيقلبو عليكم كيقولوا لي اللي لك تركت معك خمستاشر يوم إذن هاد البنيتات اللي هما جايين دابا كان قول لهم دك شي اللي احنا شفناه في البنات اللي هما يقبل منكم غادي وقع لكم موقع لدوك البنات أنا غادي نقول لكم على واحد يعني واحد كيف كان قولو واحد الولد واحد البنت عرفتهم كيقروا بجوجهم والله شاهد علي إلا نجح بيها وزاد القدام بيها يعني هو من اللي الحق ولا إلا هو من اللي شتو قلت كون ما كانش ولد عائلة كبيرة هادك ما ينجحش حتى في الشهادة الشهادة ما ينجحش فيها ولكن حيت ولد عائلة كبيرة كيديروا ليه سويع إضافية كيديروا ليه كيديروا للمدرسات في نقال مهم ديك البنت كانت منقوش لكم في الميكون عندوش امتيحان كتجي مسكينة وكتتعاونوا في المتيحان وكتوجدوا وكتقول ليه بينما غدنش على الله ولا بعد غده ولا كتجيب سيمانا قبل وهديش تابعينيها دازت عليها واحد عامين دخلت للمغرب ولا ما بقيتش عقلة واش عام ولا عامين دخلت للمغرب تعرضت للعاس يعني تعرضت للعاس من ناحية العروسة من ناحية البنت تعرضت للعاس مشيت ليه وكانت فاجئ أنا ما فخباريش كانت فاجئ بينما العروسة كان عرفها ميل عيس مشي هو هادك اللي شتو أنا فباري أربع سنين وياك أتكافح معاه أربع سنين يعني بلية واحد ولد الناس واحد خور يعني من اللي مشاو الدوها يبدلو لها تبعتها تبعتها هي قتلهم اللي وهاد دخل دخلت كان في نفس الوقت كان مقاو كتعافهم اللي كيكونوا عدنا عينينا كحلين ما خستناش مشيوا الماكياج اللي هو كحل للعينين علاو كيزيد يضيقهم مشيت أنا قلت لهاديك البنت العروسة قلت لها قولي ليهم يخفو ليك من الماكياج اللي عندك في عينيك عندك عينيك بحالي كحلين وديك الماكياج اللي عملو لك ضيق لك عينيك يعني العوينات ولو كيبانو بحال بحال حمصة قتل يا السيد اللي يعني دوها عند الكوافو علاو دعائي لكيب قتلكم لبس عليهم عيطت عليها في التليفون قتلها نجية جات جات عودت لها ماكياج اللي أنا قتليها تعملي لها هاد اللون وتعملي لها هاد اللون باش يبانو عينيها كبار ويعطي وانضاع من اللي تهز في العمارية من اللي دخلت عندها قتليها ما عرفت شمال بذلك مش هذا هو العيس اللي دوست معا قتليحة لمجل المغرب واخد الوظيفة اللي هو كان بغيها ومعه هو ولد عائلة اعطوه الوظيفة ديالو ضغية ضغية وتزوج وحدة اللي والدي قالوا لي في المثال احنا لبس علينا ايدان الى تزوج تي خصك تزوج وحدة اللي لبس عليها كتاب منه يعني يعني ملقيت ما نقول الله القاسم قتليحة ومعه دالي كنتم لبس عليكم قتليحة من جيتهم لبس عليهم كلهم وعندهم واحد سيستام اللي يعني تحب ولا تصاحب ولا تعاش بنت ولا ما يقولوه الوالديهم ولكن النهار يبغي تزوج كيجي عند الوالدة ديالو كيقول ياو كتعافي شي بنت الناس هاد شلي كانت تكلم لكم عليهم على ولاد خمس عشرين ستو عشرين سبع عشرين عشرين عام مش متقولوش لي الناس ديالو بكي لا هاد ورا هاد يعني هاد الحالة اللي حكيت عند هدبات ثلاثين سانة اللي بغيت نقول لكم وهو طلقتي معا والد الناس جاي من البلاد اللي انتي جاي منها عرفتي في البرماء ولا في الكوليج ولا في الليسي ولا في الانيفرسيتي ولا في حاجة يعني نكمل الهدف ديالي على الجي انا هو القرايا ديالي الام ديالي والاب ديالي ما عندهم ش وتقجوا والزكر يدي وصيفتوني باش نقرأ ما صيفتونيش باش نجي نحب ونعشق ومن ناحية هاد ود الناس اللي انا يقيت معاه نطلقها معاه على حفاظه يلقى لي ابنت الناس راني بغيتك على سنة الله ورسوله نقول لي من اللي نكملو القرايا ديالتنا على ود احنا بقي صغار من اللي نكملو القرايا ديالتنا وندخلو نرجعو لبلاد ديالنا ديك الساعة اللي مكتابة هي اللي غدا تكون مش تسكني معاه ويسكن معاه وطيب إليه وتعاوني وتوقفي معاه ومن اللي يدخل لبلاد تقول لأم دياله ولا الأب دياله هديك هي اللي ما تكون ش عندي وما يقدرش بعد يقول لها راني كنت معا فلانا علاو الدفاع فدوك الناس على بالكم اللي هما يا لبس عليهم راني عندهم ش بنت صاحبات وولدي صاحب ونحضر على الناس المحترمين اللي كنعرف الولد كي خرج وكيدخل كي قرأ لبنت وكذلك ومثال نعرف كي بغيو يتزوج كنعرف بنت فلانا تبارك الله حادق ولا ولد فلان تبارك الله بلي يمتبت ومحصان ما كيقولوش لولاد اللا على بركة الله هذا هو السيستام ديال الزواج ديال الناس اللي كنتكلم لكم عليهم دابا لهذا كنتمنى كنتمنى هاد الفيديو يعني توصل لواحد العدد كبير ديال البنات اللي جايين هدي هي يعني شهر عرفتوا دنيا كي دايزا أنا من اللي قالوا ليا احنا في نوفمبر ما تيقتش اكتوبر ولا نوفمبر والله ما بقيت عفوالو على فهد شهر انتوكا هد شهر عشر اللي احنا فيه دخلنا في نوفمبر بيانسير ونيلو ناف احنا احنا فيه اكتوبر اي نوفمبر سفي كيجيو كيجيو والمشكيل كيعود يتكرر وهدي رقالها واحد الامام اللي هو عدنا في المسجد ديال باريز هنا قال بينما تقو الله في بلاة الناس اللي كتعشرهم من اللي كتكونوا في ديك المحالة ديال الدراسة وكتاخدوا لهم يعني شبابهم كتضيعوا لهم وقتهم كتاخدوا لهم شرافهم كتوسخوهم مع عائلتهم ومن اللي كتسالي كترجع لبلادك وكتاخد البنت اللي عائلتك قالولك عليها ولا الراجل اللي عائلتك قالولك عليه هذا هو اللي نبغي نقول لكم جيتوا لهنا باش تقراروا يعني غادي نقرار وأولد الناس اللي بغيتيني من اللي نكملوا الدراسة ديالنا نطلقوا في البلاد واللي مكتابة هي اللي تكون على بعض المرات كيوجدوا الناس العاس والحلوار والتخيطور واليزانفيتاسيو كيمشي ومن بعد كتصدق ما مكتابة لا ليه لا لها كل شي كيتقانولا كل شي يعني كي إذن واش ديك الكلماليكي يقولو راهم زوجين في السماء قبل ما ينزلوا للأرض يمكن ما أنتوكا حضروا روزكم بتعملوا شتيقة على ود الراجل يعمل خمسين عام ستين عام سبعين عام يمشي يجيبها بنت عشرين عام أما المرأ لا ما حدكرا كيف المحطة ديال الطوبيس را كل شي كيشوف فيك من لي زيد عليك الطوبيس كتولي انتي لك تجري من وراتك الطوبيس يعني من لي الطوبيس كيزيد انتي كتولي كتجري من وراه بشترك بي فيه كنتم نفهمت هاد المعنى كنقول لكم اللي ليتكم سعيدة ولو دخلت عيانة ويعني تباك الله وصل عن بي دكش عندهم كان العس اللي أنا السابع السابع اللي أنا كنت فيه دكش تباك الله الفرحة بالولد اللي ولده ما شاء الله عليهم ولكن بعض المرات كيكون الخير في البنات يعني الولد كيكون ولدك مهار اللي كيتجوج ولد ماتو ولد مراتو وبعض المرات كيكون يسمع لأمت ماتو وما كيسمعش اللي أم ديالو البنت كت تكفر 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 ومن اللي كيوقع عليها شي مشكل كتجي تدق على دام ها وما كتحضرها هذا هو هذا هو يعني اللي كن قول لكم دين نا والإسلام ديالنا واللول اللي عاطينا الله والعيني اللي عاطينا الله كنقولها وكنعودها تسافيقة من عند مسلم واللقصة من عند أجنابي هذا هذا غي هدي غي دخلات بين قوسين كنقول لكم ليلتكم سعيدة جوزون باس والله يخليكم الله يخليكم الأجر لي أو لكم ما تنسوش تعملوا لو بخطاج جيم تضامن في القناة ديال أختكم ولا بنتكم ولا يعني وحدة معتابينها منكم على التليفونات اللي جوني والتعاليق اللي جوني هم اللي كي جعلوني الـ 12 الليل هادي وقلت مايمكنش لي نخلي هاد البنيات يضيعوا ولا هاد الوليدات يضيعوا هادي هي النصيحة اللي نعطيكم نقرأوا وهم اللي ندخلوا للبلاد اللي بغاها الله سبحانه وتعالى هي اللي غدا تكون كان قل لكم السلام وعليكم وكان الله اللي عالم بمحبتكم في قلبي والله اللي عالم بالوقت وضيق الوقت اللي عندي وراكم عاف حاليما واشنو عندها تاج راسي توحشتها ومع ذلك كما كان سخاش نخلي شي ليلة دوز بلا من نتحت معاكم الوصفة ديلة لالوي فيغا لبنات باش ما تقولوش حالي ما طلت علينا ولا شي حاجة سيدا مشيت لعندها وقت لي بينما لالوي فيغا غدا تكون نهار سبت ان شاء الله غدا غدا نعود ندوز عندها إلا رقيت لنأخذها مهيا قتلية ويغدا سبت عفوا قتلية نهار سبت تكون عندي إذن الوصفة ديلة لالوي فيغا غدا سبت دا لن نعود لم قاتل بحاجة بحاجة و كلمة التي تجعل لي و الهاتف ديال للم يسون على لي و الله القاسم لك نحس بنفسي الوالد ديال الله يرحم و ولد لي ثلاثة دي الخوتي اللي كان عيط عليهم ثلاثة دي السبوعة ولكن عائلتي عائلتي حليمة اللي هي الجيش دي الحليمة نصائح حليمة اللي أنا كونتها ومحضوضة اللي تحت في الناس محترمين الناس اللي يقدروني الناس اللي عملوا في التيقة وناس اللي أنا كان عاود لكم وكان باختاج معكم بقلم وبعين اللي شافت ما كان نسمعش لدك بلا بلا وما كان نطيقش بشي واحد يعود ليا اللي كان حكيها لكم داست قدامي غي هي هاد الموضوع أنا بغيت نتكلم لكم عليه حتى عيطت عليها هاد البنت اللي هي من ألمانيا وقاتليها وقع عليها وهوقع عليها وهوقع عليها قتلها إذا نتكلم عليها كم قل لكم جو بوزن بغاس ليدكم سعيدة على بروشن فيديو خليوا لي في تعليقات أشنو داوليكم في هاد الموضوع واش واقع في الانتوراج ديالكم كساسوا هنا ولا في بلجيكا ولا في الإسبان ولا في الإيطالي ولا ولا حتى في المغرب تيخطبها وكيكبليها الخاتب ومن بعد كيقول لها باي باي كم قل لكم أنا دا باي باي جو بزن بغاس جو بدي أبيانتو السلام عليكم أي حاجة بريتوها مني طلبوها وخليوها في التعليقات ليدكم سعيدة على بروشن فيديو جامو عمو بارك ترجمة نانسي قنقر